كل اللي اشتغلوا مع فاتن حمامة قالوا ان كانت معاملتها في الستوديو مش حلوة ابدا ازاي يعني قالوا كانت بتتعالى علينا وكانت بتتكلمنا من تراطيف مانا خيرها زي الفنانة ليلى فوز اللي قالت انا عمري ما هشتغل معاها تاني توبة من دينوبة وبرضو كمان زعلت الفنانة سناء جميل لما كان معروض الفيلم بتاع بداية ونهاية على فاتن حمامة رفضي صراف ضمبتا وقالت لا معاملوش وبعد كده عملته الفنانة سناء جميل وحق نجاح صاحق ولما سألوا فاتن حمامة هو انت ليه ما عملتش فيلم بداية ونهاية قالت لهم لا انا معاملش دور واحدة وحشة زي كده وده اللي زعل سناء جميل وقالت من الاخر كده انا ما بحبش فاتن حمام